ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصصا لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني بعد أن استمع رئيس الجمهورية لمدخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال حيى السيد الرئيس المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررات في الثاني عشر جوان الفين وواحد وعشرين مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق كما درس المجلس الأعلى للأمن ما سجل من أعمال تحريضية وانحرفات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية وفي هذا الإطار شدد السيد الرئيس على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرفات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان مزديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة لا سيما اتجاه مؤسسة الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر